السلام عليكم ومرحبا بكم بحي في فيديو جديد اليوم سنتطرق إلى موضوع الأدوية البديلة والموجودة بالدئام مثلا أو المتاجر التجارية الكبرى بأنواعها يعني أدوية ممكن ومكملات أيضا غدائية ممكن أخذها بدون استشارة طبية أو بدون وصفة طبية كذلك وسنبدأ بالفيتامينات أو المكملات الغدائية هذا المنتج هذا موجود بالدئام مركات لتابعة للدئام ذات ثمن رخيص وجودة كذلك ذات أقراص فوارة كما ستجدون يعني أقراص عادية كهذه الأنواع مركات مختلفة لكن الثمن غالي أو زائد في الثمن لكن هذا راجح للتركيز الكبير للفيتامينات الموجودة مثلا ستجدون ماغنيزيوم خمسمائة بلوس كالسيوم بلوس بي بي 12 أو بلوس يعني فيتامينات أخرى كالحديد أو الزنج إلى غير ذلك وهذا نوع آخر نوع فيغان هذه يعني ملاحظة مهمة يجب قراءة دائما المكونات الدواء لأنه هناك أدوية أو مكملات غدائية بها الجيلاتين هذا مكمل غدائي فيغان به كذلك تركيز عالي للفيتامينات لذلك تجدون التمن شيئا مغالي وكذلك بمضاقات مختلفة يعني هناك الحامض أو الليمون إلى غير ذلك من النكهات كما ستلاحظون سواء أقراص فوارة أو أقراص عادية هناك أقراص فيغان يعني نباتية خالية من الجيناتين بصفة نهائية وكذلك فيتامين أ من يبحث عن فيتامين أ هو هذا بالنسبة للجديدات ألمانيا يستخدم كذلك في الوصفات التجميلية ونمر إلى العسل هذا النوع من العسل هو منوكا معروف جدا عسل نيوزيلاندي الرائع صحي عسل حقيقي 100% ممكن استخدامه سواء في وصفاتكم التجميلية أو حتى يعني وصفات الصحية وننتقل إلى غداء الملكات نحل كما سترون هذا منتج أو ماركة من الماركات لكن يجب دائما قراءة المكونات أو ما يعرف بالسوطة بالألمانيا فستجدون يعني الجيلاتين في بعض المكونات كهذا المكون بالذات يحتوي على جيلاتين كما قلت لكم هذه المكونات تعزز الجهاز المناعات بقوة لكن ضروري قراءة المكونات كما سترون هذا المنتج كذلك ومنتج معروف جدا بألمانيا منتج يقوي مناعة الجسم به عديد من الفيتامينات يأتي على شكل شراب أو عصير فيه أنواع متعددة هذا النوع كذلك كما فيه نوع آخر مع الحديد خاص بالحديد ممكن إعطاء أيضا للأطفال منه وهو معروف ويعني يستعملونه كثيرا هنا بألمانيا وكما ستجدون أدوية متعددة كأدوية خاصة بالحلق وبالسعال للأطفال وللكبار كذلك هناك أدوية متعددة وفيتامينات خاصة بالأطفال كهذا النوع خالي ملتي فيتامين خالي من الجيلاتين كما أن هناك أدوية أو فيتامينات خاصة بالأطفال بها جيلاتين يعني لذلك المرجو أخذ الحيطة والحضر كما ستجدون أشياء خاصة بالأنف وبالحلق وبالمعدة إلى غير ذلك هذا النوع هذا سبراي خاص بالأنف كما هناك كريم خاص بالأنف إلى غير ذلك من الأدوية والزيوت كذلك زيت شجرة الشاي وهذا يعني اللي يبحث عنه أو يقلب عليه وهذا زيت شجرة الشاي يعني له عدة استعمالات وهذا بلسم يوضع في الصدر لمقاومة السعال ويأتي أنواع للكبار والصغار كذلك بأنواع متعددة وأتمينا كذلك مختلفة وهذا عبارة عن مرهم لروماتيزم رائع 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 جدا كنتمنى أنكم تجربوا يأتي على هذا الشكل ثمنه تقريبا 5 أورو رائع جدا كما يتواجد يعني بالدئام جميع الأشياء اللي كتخص الجرح مثلا فلاستا اللي هي كل حاجة محقمة للجرح ولتغطية الجرح أشياء مخصصة لليدين الركبة والرجلين يعني تجدون جميع الأشياء وستجدون كذلك أقراص مساعدة على النوم والاسترخاء كهذا النوع مثلا وستجدون الأوميغا 3 أو الأوميغا 3 بأنواع متعددة لكن مشكلة هي أنها تحتوي على الجيلاتين يعني ضرورة الحيطة والحضر أغلبيتهم يحتوون على الجيلاتين لم أجد أي نوع فيغان للأسف يعني ضرورة مراجعة المكونات أي دواء كيفما كان وستجدون أدوية جد جد متنوعة كأدوية الهاتش مختن أو يعني ألام الحلقة الظهر المعدة كما سترون أنواع كثيرة أنواع تسهل الهضم لكن أكيد من الأحسن يبقى أحسن تشخيص هو تشخيص الطبيب ووصفة الطبيب كما ستجدون أدوية للدورفال أو الإسهال سخص بالأطفال أو بالبالغين وهذا المرهم الرائع بالنسبة للحروق أو لأطار الجروح ممكن تستخدمونه حتى بالنسبة للأطفال رائع جدا وهذا المرهم مرهم رائع رائع أو كريم رائع يقي يعني تستخدمونه للوقاية وكذلك للترطيب مرطبة يعني لدرجة رائعة جدا ممكن استخداموها على البشرة على بشرة الأطفال الحساسة كذلك يعني ممكن استخداموها بعد التعرض لأشعات الشمس بعد الندوب أو جروح الطفيفة سواء في الوجه في الرقبة أو في اليدين يعني لازم أنه يكون في كل بيت وستجدون مكملات منسبة للشعر والبشرة ويعني نظارة البشرة كالهذا المنتج كالكولاجين يعني باختلاف الماركات وتركيزه وكذلك البيوتين كذلك بالبيوتين هناك ماركة بها الجيلاتين وماركة هذه الماركة المعروفة يعني بالنسبة للجسم بالنسبة للشعر هناك أنواع متعددة وكثيرة سواء بالدئام كما ستجدون هذه الأدوية بمراكز تجارية الكبرى كذلك بالدئام تجدون يعني أشياء أخرى كآلة قياس السكر على هذا الشكل بتامن رائع جدا 15 أورو تقريبا تأتي على هذا الشكل وكذلك تجدون المحرار يعني من نسبة الحرارة للأطفال تجدون نوعين على هذا الشكل بأتمنة مناسبة جدا وكذلك تجدون آلة قياس قياس الضغط كذلك تتواجد بالدئام بأشكال مختلفة كما ترون وبأتمنة تبقى معقولة وأتمنى فيديو اليوم أن يكون مفيدا بالنسبة لكل جديدات ألمانيا أود أن أشكركم جميعا وأشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو أقادم وموضوع جديد إن شاء الله